اشتركوا في القناة 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 يعني عبر ليشهد منافع على النوافع الشاملة الواسعة المنبسطة على مختلف جماله ومساحات حركة الإنسان هذا الموسم العظيم والكبير علينا كمسلمين وكمؤمنين بهذا البلد الطيب أن نحيي هذا الموسم وأن نعطيه موقعه المناسب لحياتنا من خلال الأحياء بهذا الموسم وربط الناس مع هذا الموسم قبل الأيام المعلومات للحيش ومعده لأن يصبح موسماً مستمراً ويستوعب أكبر مساحة زمانية لحياة الناس كيف أننا نحيي موسم عشوراء ويأخذ موتعاً مهماً بحركتنا وحقه ذلك كذلك يمري أن نحيي موسم الحج ونحركه في حياتنا فليست مسؤولية أحياء الحج وأحياء هذا الموسم فقط واتبط بالذين يذهبون للحج فهو أسؤولية جميع المؤمنين أن يكون لهم دور في إحياء هذا الموسم في حياتنا ولذلك على الحقيقة أدعو المؤمنين حتى الذين لم يتوين الحج أن نشاركوا بالبرامج التوعوية والرشادية والتنبيغية التي تنتشر في شهد القعدة الأيام المولى من الحجة في مساحات كبيرة في البلد تبليغاً وأرشاداً على أمل أن يكون لهذا الموسم حضوره الواسع في حياتنا علينا أن نقدم مقامة مختلفة، نوعية، تعلامية وغيرها من أجل تحريك هذا الموسم في حياتنا وبالمناسبة بهذا المقام نقدم الشكر الجزيلي ونقدم الجهود التي تبدلها الجمعية الجمعية المسينية في هذه المنطقة المدرات على هذه الخطوة المباركة التي تصق باتجاه تحريك هذا الموسم وأحياء هذا الموسم في حياة الناس نأمل من الله سبحانه وتعالى أن نستثقر هذه الطاقة الكبيرة المدعى لهذا الموسم لنفجرها لوجدامنا، لفكرنا، لحياتنا توحيداً، عقائدية، فكرية، سلوكية، ممارسة للعبودية لله سبحانه وتعالى في حياتنا ووعياً للإسلام في قليل عادي لحركتنا رحمة الله ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد الله وبيته القيبين والطارين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة